موسيقى الحادية عشرة مساءنا التاسعة بتوقيت جرانتش موجز اخباري اتيكم من القاهرة اهلا بكم اكد رئيس عبدالفتاح اسيسي اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات البنك الدولي انطلاقا من حرص مصر على تعزيز التعاون بينها وبين البنك امتدانا للشراكة المثمرة بين الجانبين خاصة في ضوء الازمات الدولية المتعاقبة التي يتعرض لها العالم وتبعيتها على كافة الحكومات لا سيما من الدول الناشئة وخلال استقباله بمقر اقامته في واشنطن ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي شدد الرئيس السيسي على ان التغيرات الاقتصادية العالمية الحالية تفرض قيام المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولية بتطوير وتحديث معايير التعاون مع الحكومات التي تضررت بشدة من تلك التغيرات استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر اقامته بواشنطن جايك سوليفان مسشار الامن القومي الامريكي صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية توجه رئيس السيسي بالشكر الصادق على ما ابدته الجالية المصرية العظيمة بالولايات المتحدة من حفاوة استقباله طوال فترة اقامته هناك واكد رئيس السيسي ان مصر قيادة وحكومة دائما وابدا تعمل لدعم ابنائها في الداخل والخارج ولن تدخرت جهدا في خدمة شعبها العظيم اكد الامين العام لحلف شمال الاطلسي الناتو يانسي سلتنبرغ ان روسيا تستعد لحرب طويلة في اوكرانيا داعيا الدول الحليفة الى مواصلة تزويد كييف بالسلاح واشار سلتنبرغ في مقابلة وكالة ترانسبيرس الى ان هناك محادثات جارية لتسليم انظمة باتريوت الى الجيش الاوكراني مشددا على ان دول الحلف يجب ان تتحقق من وجود كميات كافية من الذخيرة وقطع الغيار لتستمر الاسلحة التي تم ارسالها الى اوكرانيا في العمل ندد رئيس الاوكراني فلادمير زيلنسكي بالهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت اوكرانيا وقال زيلنسكي في رسالة مصورة له عبر الفيديو ان روسيا ما زالت تمتلك ما يكفي من الصواريخ لشن ضربات عنيثة كتلك التي شنتها ندد الاتحاد الاوروبي بالقصف الروسي الكثيف اوكرانيا ووصف ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل الهجمات الصاروخية على اوكرانيا بجرائم الحرب الوحشية وطالب المسؤول الاوروبي بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات الصاروخية على اوكرانيا طالبت وكالة الدفاع الاوروبي دول الاتحاد الاوروبي بشراء الاسلحة بشكل مشترك لاعادة ملء المخزونات بعد امداد اوكرانيا محذرة من ان الولايات المتحدة ربما لا تتمكن دوما من حماية اوروبا من التهديدات وقال ياريس ديفي الرئيس التنفيذي للوكالة ان العمليات العسكرية في اوكرانيا تظهر اوجه القصور في القدرات الاوروبية تنطلق غدا عملية الاقتراع بالداخل في الانتخابات البرلمانية التونسية التي يتنافس فيها اكثر من الف وخمسين مرشحا على مائة وواحد وستين مقعدا واعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق ابو عسكر ان عدد التونسيين الذين لهم حق التصويت في انتخابات اعضاء مجلس نواب الشعب يصلوا الى تسعة ملايين ناخب ختام المجز والان عودة للزنيل محمد محفوظ لاستجمال تغطية الخاصة حول زيارة الرئيس السيسي الى العاصمة واشنطن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة